إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا الله ربي لا أريد سواه هل للكون خالق إلاه الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه الحوت سبحه والوحش ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقي وخليله أدى الأمانة بلغ الرسالة نصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم جزه خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته أما بعد رأى ابن الخراط في كتابه التهجد والقيام أن سريا السقطية رحمه الله وهو من العباد الزهاد دخل سوق النقاسين وهو السوق التي تباع فيه العبيد فسمع جارية ينادى عليها بالبرائة من العيوب يعني سمع رجلا يقول من يشتري جارية بريئة من كل عيب ما فيهاش أي عيب قال فاشتراها بعشرة دنانير قال فانصرفت بها إلى البيت فأتيتها بطعام فقالت يا سيدي والله ما رأيت أحدا أكل نهارا في دارنا قط يا سيدي أنا كنت عندي ناس ما كانتش حد فيهم بيأكل بالنهار خالص لماذا؟ لأنهم يواصلون الصيام لله تبارك وتعالى فانصرفت فلما كان العشاء وأتيتها بطعام فلن تأكل منه إلا القليل وقالت يا سيدي بعدما أكلت بقيت لك خدمة مش محتاج حاجة تاني فقال لا فقالت دعني لخدمة مولاي الأكبر فاقصد رب العزة تبارك وتعالى في عليائه قال فانصرفت وانصرفت هي إلى بيت تصلي فيه فلما كانت العشاء الآخرة صليت ورقت صليت نمت فلما مضى الثلث الأول من الليل طرقت علي الباب وقالت يا سيدي فقلت لها نعم ماذا تريدين فقالت أما لك حظ من قيام الليل ألا تقوم فتصلي من الليل فقال لا فلما مضى نصف من الليل مضى نصف الليل طرقت عليه الباب طرقا عنيفا وقالت يا سيدي قام المتهجدون إلى وردهم فقال يا جارية أنا بالنهار جلبة وبالليل خشبة في النهار تعب ومشقة وشغل وانهماك في العمل وإرهاق إلى آخره وبننزل الخشبة في الليل هقوم صلي بالليل إزاي فانصرفت فلما بقي الثلث الأخير من الليل قالت يا مولاي أما دعاك الشوق إلى مناجات الملك قم وخذ لنفسك مكانا بين القائمين فقد سبقها الخدام فقال فهاج كلامها مني خاطرا حرك كلامها قلبي وخاطري فقمت فأزبغت لوضوء فتوضأت وصليت فتحسست إليها أي بحثت عنها فوجدتها ساجدة تدعو وتقول في سجودها تناجي ربها بحبك لي إلا غفرت لي يا رب بحق حبك لي اغفر لي فقلت يا جارية ومن أين علمت أنه يحبك اسمع بالله عليك قالت لولا محبته لولا أنه يحبني لأن ما أنا ما أنامك وأقامني فإقامته إيايا للصلاة من محبته تبارك وتعالى لي إخوتي وأخواتي نحن مقبلون على العشر الأواخر من رمضان وهي أيام جتهاد وجد في عبادة الله تبارك وتعالى فتعالوا بنا لنتكلم عن عبادة هي أنس المشتاقين ومستراح العابدين وفرج المكروبين وهي قرب من رب العالمين تعالوا لنتكلم عن قيام الليل يقول الله تبارك وتعالى لنبيه يا أيها المذمل المذمل يعني المتغطي بالثياب أو زمل الشيء أي حمله أي يا أيها الذي حمل الرسالة نعم يا رب ومن ليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه وردت للقرآن ترتيل اقرأ القرآن باطمئنان بهدوء بتدبر لكلمات الله تبارك وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيل والقول الثقيل هو الوحي هو القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى وبين قيام الليل والقرآن علاقة وطيدة أشار الله تبارك وتعالى إليها في غير ما موضع من كتابه وعايزك تعرف حكتين عن القرآن القرآن كتاب ليلي يعني اكتاب ليلي نزل بالليل ويتدبر ويفهم في الليل بالذات نزل بالليل قال تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه أي هذا الكتاب في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وهي ليلة القدر في شهر رمضان وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر فالقرآن كتاب نزل بالليل ويتدبر وتستشعر معانيه ويبكي القلب وتدمع العين من حلاوته في الليل بالذات لذلك فرض الله تبارك وتعالى على نبيه قيام الليل وشرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الناثلة العظيمة لنتلو القرآن فيها لنتقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى فقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الإسراء اسمع ومن الليل فتهجد به نافلة لك التهجد هو القيام من الرقود إلى الصلاة أنت تسمع كتير ناس بتقول عن قيام الليل ناس تقول على ترويح ناس تقول على تهجد في المعنى الأوسع بتاعها قيام الليل طب ليه بنسميها التهجد لأننا نقوم من النوم إلى الصلاة فالقيام من النوم إلى الصلاة هو التهجد وتسمى بالترويح لأنها تروح عن النفس والقلب وأن شرح الصدر بها قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعفك ربك مقاما محمودا يا محمد صلى الله عليه وسلم أقم الليل فقيام الليل يُعلي قدرك وشرفك ويبلغك المقام المحمود عند الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة وقال الله يتكلم عن صفات عباد الرحمن عن أحبائه عن أوليائه فقال عن صفاتهم وَالَّذِينَ يَبِيْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وقال تعالى في سورة الزمر أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آناء الليل قانت خاضع وخاشع في حال قراءته وقيامه وركوعه وسجوده بين يدى ربه تبارك وتعالى أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آناء الليل آناء الليل هي ساعات الليل مفردها أنا أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آناء الليل ساجداً وقائماً لماذا؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى في سورة هود أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات قيام الليل يغفر الله به الذنوب كلها صغائرها وكبائرها فأبشر يا قائم الليل والله تنتظرك جوائز عظيمة في الدنيا والآخرة لا تكون إلا لك ولأنفارك ممن يقومون بين يدى رب العالمين وقال تعالى في سورة الذريات إن المتقين في جنات وعيون أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم اللهم آمين آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين سبب دخولهم الجنة إحسانهم وكيف كان إحسانهم يا رب كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون لا ينامون كثيراً بالليل أقلقهم الشوق لرب العالمين فقاموا للوقوف بين يديه بكوا من حبه والشوق إليه فأقلقهم هذا للقلق وأقامهم من نومهم للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون في الثلث الأخير من الليل أو كما قال تبارك وتعالى فقيام الليل عبادة من أعظم العبادات لا يتقرب العبد إلى الله بعبادة كقيام الليل شأنها عظيم عند الله تبارك وتعالى قال تعالى إن المتقين في جنات وعجوهم آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحر وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ورضى التبراني في معجبه الأوسط بسند حسن عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم عش ما شئت فإنك ميت وعمل ما شئت فإنك مجزي به وأحبب من شئت فإنك مفارقه ثم قال اسمعوا يا من تبحثون عن المكانة عن الوجاهة في المجتمع عن الشرف عن رفعة الشأن في الدنيا والآخرة اسمعوا ماذا قال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغنائه عن الناس وروى الترمذي وابن خزيمة بسند صحيح عن عامر بن أبي عبسة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالله عليك اسمع اسمعوا يا أصحاب الحاجات ياللي عندك مشكلة ياللي عليك دين ياللي بتعاني من مرض ياللي زواجك تأخر يا مكروب يا مستضعف يا أي حد بيشتكي من أي حاجة وعنده مشكلة مش عارف لها حل وسدت أمامه أبواب الأرض اسمع ماذا قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر تاني أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر نذكر الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد سبحان الله في هذا الحديث في صحيح مسلم أنت تتقرب إلى الله عز وجل بالسجد بين يديه أو كما قال كلا لا تطيعه وسجد واقتاره وفي هذا الحديث الله في عليائه هو الذي يتقرب إليك فقال صلى الله عليه وسلم فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فقل لو عرفت ما تفوتش الساعة دي وتذكر فيها الله تبارك وتعالى وتقوم وتصلي بين يدي الله عز وجل فلا تفوت عليك هذه الفرصة فقيام الليل من أعظم العبادات عند الله تبارك وتعالى وقائم الليل له خير عظيم في الدنيا والآخرة من أعظم ثمار قيام الليل أن الله تبارك وتعالى يحب القائمين بالليل ويضحك إليهم ويستبشر بهم روى البيهقي في سننه في الأسماء الصفات بسند حسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف من الناس ما لهم يا رسول الله يحبهم الله هل تعلم ماذا يعني أن يحبك الله لو قال لك أحد الناس من أصحاب السلطة والوجاهة والمكانة في المجتمع أمام شاشات التلفاز أمام كل الناس أنا أحبك يا فلان كم سيكون قدرك بين الناس وكم سيعظمك الناس ويهابك الناس ويرفع الناس من شانك فما بالك أن يحبك رب العالمين وسلطان الصلاطين وجبار السماوات والأرض قال في الحديث القدسي الذي رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافر حتى أحبه فإذا أحببته ما الذي سيحببه كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيبن أنت محتاج إيه أكتر من كده أنت محتاج أن ربنا يجيب دعائك يعطيك من خير الدنيا والآخرة أنت مش محتاج أكتر من كده مين في الناس محتاج أكتر من كده قيام الليل تسبب في محبة الله لك ومحبة الله لك تجعلك من التأذين في الدنيا والآخرة ثلاثة يضحك الله إليه يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم وذكر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن فيقوم من الليل فيقول الله عز وجل لملائكته يقول يصلي ويذر شهوته وفي رواية أخرى رواها الطبرني أيضا يقوم في ليلة باردة فيقول الله تبارك وتعالى لملائكته ما حمل عبدي هذا على ما صنعك ماشي معانا تصلم الأستاذة هيبة تفضل أيها حضرتك أيها سيح سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاك يا أستاذ هيبة كل عام حضرتك بخير حضرتك بخير ربنا يبارك فيك تفضلي أسمعك عايز يزقالك سؤال يا شيخ بللي عليك فضلي دلوقتي أنا كنت مخطوبة الواحد والواحد دوت كان عايز يخذ لي كارد من البنك ناصر والكلام ده هو المهمة خدنا عند محامي والمحامي ده مضاني على عقد زواج شرع عقد زواج شرع مضيت وبصمت بس انت ما تعرفيش يعني انت ما تعرفيش وانت بتنضي لا لا كنت عرف كنت عارفة بس هل احنا متفقين ان احنا عاملين كده عشان ياخد شقة في الاسكان الاجتماعي اه 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 اي وبعلم الاهل يعني وبعلم الاهل برضه عشان كنت محتاجة فلوس اه وبعلم الاهل بس أل حضرتك بعلم الاهل لا امك اتماعي بس امك اتماعي اه طيب مفيش مشكلة طب تفضلي فدلوقتي المهم ان هو اختفى من حياتي عاد تطلب منه الورقة ديت قال لي مامه بطلطونة قطعتها وقال لها بنتك طالق وقال لها مقطعتها 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 كمان اه بس بعد ده كده عاد ما انبور عليه مقطفي اه بعكالي ان هو اتفجم اتحبس اه فدلوقتي المتقدم يروحي قلت له على كل حاجة حصلت في حياتي معددة اه فانا خايف يا سيخ ان في يوم الايام من الورقة دي تظهر او يعرف ويخرج بيسي او يعمل معي حاجة اه فانا يشوف متعرفة لو قلت للانسان معي بقى ممكن يسيبني ولما قلت لهش هعيش كده مهددة طول عمري مم وبهو متوقفي وانا الواحدة لو امني ماليش حد تاين اه يعني انت خايف ان الورقة دي تظهر في يوم الايام او تسبب لك مشكلة مع خطيبك يعني اللي يكون زوجة في المستقبل ان شاء الله اه اه فانا متعرفة عمليش لك ارجوك تفجني بالله عليك طيب يعني هدئي من روعك اطمئني واعلمي انه لن يصيبك الا ما كتب الله تبارك وتعالى لك الحمد لله ان ربنا كشف لك الانسان بالحركة اللي عملها ديك وخرج من حياتك فاحمد الله تبارك وتعالى على انه خرج من حياتك اصلا ربما كنت تكملي حياتك معها فتحصل مشكلة اكبر من كده او يورتك في مصيبة اكبر من كده فالحمد لله اه من وجهة نظري دي مش فاتوة شرعية اعودي مع زوجة للخطيبك والله براحة كده وصرحين يعني عشان تبقى المسائل على نور من الاول يعني ان شاء الله وعليك بالدعاء والتضرع لله تبارك وتعالى احنا لسه بنتكلم دلوقتي عن قيام الليلة يعني ربى مسلم في صحيح عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله شيئا من خير الدنيا والاخرة الا اعطاه الله اياه وذلك في كل ليلة تدرعي بينادي الله تبارك وتعالى وخطيبك ده يعني استعيني بالله عز وجل واستخيري الله تبارك وتعالى في انك تجبيل الموضوع واحدة واحدة وتوضحينه والله حصل كذا 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 وهو يعني ان كان من اهل الخير والصلاح بعكس انت ممكن تزيده في النظر بعد حاجة زي كده لانك صارحتين خبتش علي حاجة اسأل الله تبارك وتعالى ان يسلمك من كل شذر في الدنيا والاخرة وان يقدر لك الخير وان يتمم زواجك على خير ان شاء الله كنا نتكلم عن الجوائز التي يحصل عليها قائم الليل في الدنيا والاخرة قلنا منها ان الله تبارك وتعالى كما قال نبيه صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله ويضحك اليهم ويستبشر بهم قائم الليل اقرب الخلق من الله فهو البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر يقول بالله عليكم اسمعوا اسمعوا يا اصحاب الحاجات ويا اصحاب البلاية واصحاب المشاكل اسمعوا ايها الفقراء اسمعوا يا اصحاب الديون حسن من هنا تفضل يا استيس حسن سلام عليكم سلام عليكم استيس حسن كيف حالك استيس حسن وكيف حال اهل لنا ربنا يبارك فيك استيس حسن اتفضل اسمعك το الاكل بعد الوضو b الاكل بعد الوضو لا الاكل ليس من نواقض الوضو طب حاضرتك حاجة تاني برضا فضل فضل يا سيس حسن بالنسبة لو واحدة مثلا تمام جاء ضم الحيض عندهم عندك مثلا لديك دم غير دم الحيض يوصو بص يام طيب بص بص يا سيس حسن حقيقة تبعرف عارفة مدة الحيضة بتاعتها مثلا سبع تيام عشر تيام خلاص بعدما الفترة المعتادة دي تعدي اللي هي خلاص تبعرفة بالاعتيات كل شهر اننا الحيضة بتاعتي مدة عشر تيام هتعد وتنتهي خلاص ماشي بعد الفترة دي ما تنتهي لو نزل دم بقى خفيف ولا حاجة تطاهره وتتوضأه لكل صلاة وتصلي وتصوم ولا حرج عليه الحيضة يبقى اللي هو البني الداكل لو دم مثلا اللي هو الاحمر اللي بيبقى زي الشفاف كده لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك تطاهره بقطنة أو بقمشة أو بأي شيء وتتوضأ لكل صلاة وتصوم صلاتها وصيامها صحيحان شكرا لكم ربنا يبارك فيك ربنا احفظك والساس حسن ويبارك فيك يا رب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفرنا قيام الليل من علامات صلاح العبد فقائم الليل شهد القرآن وشهدت السنة له بصلاح الحال قال تعالى في سورة آل عمران من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ثم قال وأولئك من الصالحين طيب ماشي أيها السلام عليكم لا لا تحت أمرك اسمعك يا ربنا يبانيك فيك اتفضلي شرعا تسألي شرعا ولا قانونا لا لا هو دلوقت قانونا لو هو موسق وطبعا المحامي بيوديه بيوفقه في المحكمة طبعا هو قانونا بيبقى ساري يوسقه من غيري ينفع نعم يوسقه من غيري ينفع لو هو العقد موجود دلوقت بيبقى ساري موسق تمام انت يا واخد بالحضرتك انما من الناحية الشرعية خلاص يعني انت مش على زمته كده تمام خلاص بس هو مستكتب اسم الولدة ولا اسم وجد للحاجة نعم هو مستكتب اسم مامته ولا اسم مامتي ولا ثور ولا حاجة طب هو ده عقد زواج عرفي ولا عقد قران طب عقد زواج شارعي عقد زواج شارعي طب انت لو انت عارف المحامي متحاولة تتواصلي على المحامي مع المحامي وتشوفي طريقة تنهي بها المشكلة دي هو للأسف وشيفي الصخص ده مزجون دلوقتي هو التجن ده اللي عرفته بعد كده اه تمام ساعات اجيبه منين طب هو طلقك رسمي طلقت بيكون قال لي ماما بنتك طالق احنا كده شرعا خلاص انت شرعا طلقتي خلاص لم تصير زوجة لك خلاص ده انتهى يعني بتكلم قانونا دلوقتي هو عمل معك عقد زواج شارعي عند المحامي بعثلك ورق الطلاق رسمية اه استاذ محمد يا ابن فقيام الليل من علامات صلاح العقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فانه دأب عادة الصالحين قبلكم فمن عادة الصالحين في كل زمان وكام ومكان انهم يقومون من الليل قيام الليل واهل قيام الليل لهم غرف في الجنة اعدت لهم خصيصا قال صلى الله عليه وسلم ان في الجنة غرفا 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 يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها شفافة يبدو يعني انها من اللؤلؤ كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء ستون ميلا يعني اديه ستة وتسعين ألف متر من اللؤلؤ الخالص للمؤمن فيها اهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا فقال صلى الله عليه وسلم ان في الجنة غرفا يرى ظاهرها من ظاطنها وظاطنها من ظاهرها قلنا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله عليك اسمع قال صلى الله عليه وسلم لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وقام يصلي بالليل والناس نيام او كما قال تعالى إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدها معانا لأستاذ أحمد تفضل السلام عليكم أستاذ أحمد السلام عليكم السلام عليكم ازيك يا حبيبي كيف حالك الحمد لله ربنا يبارك فيك تفضل يا حبيبي اسمعه الست أيام البعد رمضان ايه ثوابهم نعم الست أيام البعد رمضان ايه ثوابهم ثوابهم طيب يا حبيبي أجيبك إن شاء الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر فصواب الست البيض لما تلحقهم بصيام رمضان كأنك صمت السنة كلها أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منك ومنا من سائر المسلمين إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها قلنا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وقام يصلي بالليل والناس نيام قال تعالى إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون فتجافى جنوبهم عن المضاجع يتركون أماكن نومهم تفضل أستاذ جمعة مع حضرتك سلام عليكم سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما عندي سؤال أنا فضلت الشيخ واللي أبدا أسمعه تفضل تفضل أسمعه عندي الوقت يا ربنا كريمنا الحمد لله الأول عندي فشل كروي فأنا مصمم أنا تصمت تطرت ثلاثة أيام اللي بقتل تلكون في الأسبوع وحاليا عندي الوقت مصمم إن أنا أصمه أه وصايم الحمد لله أه سألت بالعنبي عليه السلام يعني يوم الغسيل دي أنا بقتل ثلاثة أيام في الأسبوع يعني أفضل ولا إيه؟ هو عندي سؤال ثاني لو سمعت تفضل تفضل آآ أنا عندي الحجة اللي هي الحرم تحدي عندها السكر والضخط آآ وفترة أطلع عليها إيه آآ صفارة طيب حاضر أجيبك إن شاء الله أستاذ محمد حسني أيها بشا أيها بشا أيها بشا أستاذ محمد عندي مشكلة أسمعك يا أستاذ حسني محمد حسني تفضل جاشف تفضل حضرتك حضرتك كان زوجتي كل رمضان تغضب آآ تمام وقعدنا نحل في المشكلة ده أكتر من مرة مع أهلها آآ ووالدها ما بيرداش يحل المشكلة إلا لما هي تزهق من عنده وبعد ذي كانت فكر تجيلي تمام؟ أجيب أهلي وقعد يروح هناك يقعد يهزق فيها وقعد فيها وحسياتك ورح أجيبها واجي آآ إن أنا معي عيلة زي الوردة فأخذ بحرك فالسنة دي حصل الموضوع دوت فحلفت آخر يمين إن أنا إيه مش هروح أجيبك من أهلك من عند أهلك لو أنت غضبتك آآ حلفت وقلت إيه آآ كلمت آآ كلمت آآ على أساس إن هو يعرفهم إن أنا مش هروح أجيبها إيه ومتيجي حاليا بحرك أنا شغال سواء خملت حاجة بعروية ومش عارفة ولا شوف شغلي ولا أكل عيشي ومش عارفة أكمل معاها ولا ما أكملش أهلي وبراني والدنيا كلها قالوا لي الجوز زي ما تنفعتش مع إن هي حضرتك غلبانة لكن يعني متعلقة بأهلها جامل ومفيش وفاء بيني وغين أهلها نهائي يعني حاولنا أكتر ما مرة وفيش والدها هيعملني حلوة بيحترام كل حاجة لما بيكون معايا أو ما بترحي هناك أبو ولا يرد كلمني ولا يرد علي ولا أكلني واحد الزبال بليش هتنوك بس آآ دي حاجة الحاجة الثانية حضرتك أنا والدي والدي مطفيل قاعد شاء الواحدي نفسيا انتعباني ومش عارف حالك أنا أعمليه يعني آآ انت قاعد لوحدك يا أستاذ محمد آآ خايف حضرتك لا يعني أروح أتجوز أنا بحب عيالي وبحب مناطق وم عارفين كده وبالتالي بدأ يقولي بالحاسة دي آآ أعيش لوحدي نفسيا تعباني يعني أنا مش حضرتك مش حايفة أعمليه هلما الأولاد معاك أو مع زوجتك يا أستاذ محمد؟ مع زوجتك حضرتك آآ مع زوجتك حضرتك وانت عايش لوحدك دلوقت حاليا حاليا أنا قاعد لوحدة حضرتك طيب طيب آآ ما يتفضل يا أستاذ محمد سمعك خلاص كده طيب بص يا أستاذ محمد السائل الأول يقول يعني أن الدكتور أنه بيغسل وبيفطر في الأيام اللي عنده فيها غسل كلها أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيك شفاء أن لا يغادر سقما أنت ومرض المسلمين جميعا طبعا الأيام اللي أنت بتغسل فيها الكرية مثلا ثلاثة أيام هتطعم عن كل يوم مسكين وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه طبعا يقول الزوجة عندها المرض السكري والضغط ولا تصوم مادام نور أيها سلام عليكم لو صمحت أنا كنت لها ثلاث أسئلة ما عليش بس سريعيني إن شاء الله بالنسبة لقيام الليل حضرتك بتقول إحنا دلوقتي في الزمن بتاعنا نعرفه من الساعة كيام تقريبا اه تفضل وبالنسبة لسؤالي التاني لو في مرأة عندها زرف الزرف الشهري في رمضان بتقرأ قرآن إزاي حتى لو بعنيها لو هي مش قادرة تقرأ من الموبايل أو ما بتستمتعش بدها ممكن تلبس جوانتي وتمسك المفحف آآ سؤالي التالت آآ يقال إن القرآن الفجر طبعا مشهودة كان مشهودة نعم القرآن اللي أنا بصلي بيه ولا القرآن اللي أنا بمسك المفحف فقر فيه لأن أنا طبيعتي أنا ما بقدرش أصهر فأصلي فقرأ قرآن ساعة الفجر فبقرأ من الدهر للعصر فأني أفضل ده لي حسنات وده لي حسنات ولما أفضل لأنا أحاول أجي على نفسي وأقرأ ساعة الفجر وجزاك الله كل خير وإياك وربنا يبارك فيك أستاذ إيمان معنا هلو سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ إيمان فضل أنا كنت بسأل عن سؤال اللي علاقة بالزوج نعم هو حماية اللي هو والده علاقته بيه جفة شوية نعم يا أستاذ إيمان تاني كده أقول تاني يا فندم أتفضلت فضل حدك قولي تاني أنا بتكلم بخصوص زوجي حماية علاقته بزوجي جفة شوية يعني مفيش علاقة زي بين الأب والإبن والكلام طبعا أنا معجبنيش الحال ده لما تزوجته بدأت خليته يعني إيه يوده يسأل عليه بيقعد بالأربع سنين ممكن ما يسألش علاقته اللي هو زوجي يعني نعم فطبعا لما سأل عليه في الآخر بيقوله أنت بتتصل بيه ليه أنت بتكلمني ليه أنا معايدك أنا يعني زوج حدرتك بيكلم والدك؟ لأ ده بالنسبة لحماية حماية هو اللي بيقول للزوجي كده آآ آآ حما حدرتك بيقول للزوجي كده تمام فبتتصل بيه ليه اللي فكرك بيه اللي مش عارف إيه آآ فطبعا زوجي تأثر بالكلام ده آآ تمام فآآ طبعا هو قال يحرم علي لو قدر الله يعني لو حصل له حاجة أنا مشامش في جنسته ولو أنا مط يعني هو أمني أمانة قال لي لو أنا مط آآ مش هتدفن معا معاهم هتدفن من عيلة كنتو لإن إحنا عيلة وعيلة تانية آآ فهل كده حرام عليه؟ آآ 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 لأن معه زوجة تانية والكلام ده كله أبناء آخرين أيها أستاذ إيمان تمام بس فأنا عايزة أسأل هل ده حرام عليه ولا لا أنا مش عايزة يعني زوجي يحاسب عليه فبدأت العلاقة لا أتسل بي وده كلام ده كله طب أقولك حاجة يا أستاذ إيمان القول الفصل في هذه المسألة لا يجوز له مهما حدث أن يقاطع أباه وأمه أبدا ده مش مبرر الأب والأم مهما فعلوا منفعش أن أطعهم ولا نقول حاجة زي كده إنهم ما يمشوش في جناستي ولا نمشي في جناستي الكلام ده كله تغلط حق الأب والأم بعد حق الله تبارك وتعالى قال تعالى فقد ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا ده حتى لو كفار مش مسلمين خالص يعني حتى لو بيتطهدوا بسبب الدين ما ينفعش أطحه يا يبروا أباه ويموتوا على ذلك وإن مات أباه عليه أن يحضر جنازاته وأن يصلي عليه وأن يدعو له واللي حصل ده من والده مش مبرر أنه يقطع علاقته بيه خالص شارعا يعني ما فيش مبرر شارع لكي عايها أن يبر أباه وأن يسأل عليه مهما فعل أباه طيب سائل كان يسأل بالنواب بيغسل الكلا قلنا قصاد كل يوم هيطعم مسكين إن شاء الله تبارك وتعالى زوجته مريضة بمرض السكرية والضغط أسأل له تبارك وتعالى أشفى مرضى المسلمين ولا تستطيع الصيان كذلك تطعمه عن كل يوم من المسكين إن كان المرض ده مستمر ومش تقدر تقضي الصيان بعد كده بالنسبة للأخ الحبيب الذي سأل أن زوجته تغضب كثيرا يعني أهلها أو بيقول إن زوجته كويسة وأهلها بيعصوها عليه أو حاجة زي كده والله يا أخي يعني بمنتظ صراحة أدعو الله عز وجل في جوف الليل الآخر كما قلنا لأن الله عز وجل يقبل الضعاء في هذر وقت بصلاح حال زوجتك وبصلاح حالك معها وحاول مع أهلها مرة واثنين ما نفعش تشرع الله الطلاق أو تزوج خلها زي ما هي أو تزوج ما تقابش حياتك عشان حد هذا شرع الله تبارك وتعالى طيب وقت قيام الليل قيام الليل بيبدأ من بعد صلاة العشاء حد أذان الفجر قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر طيب أخت عندها تسأل كيف تقرأ الحائض القرآن والله اختلف أهل العلم في هذه المسألة فمنهم من منع الحائض من قراءة القرآن على أي حان ومنهم من قال يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من المصاحف الإلكترونية أو تقرأ بلسانها دون أن تمس المصحف وبعض الفقهاء ترخص وقال تلبس قفة زي جونت يعني أو حاجة زي كده كلفزات وتمسك بقى المصحف وتمسك بها به المصحف ليكون حائلا بينه وبين كتاب الله قرآن الفجر قال أهل العلم في تفسير هذه في تفسير ابن كثير والقرطبي أن قرآن الفجر هو القرآن الذي يتلى في صلاة الفجر وقال بعضهم قرآن الفجر يقصد به صلاة الفجر يعني قرآن الفجر ده بعض الأهل العلم يقول أنه القرآن الذي يقرأ في صلاة الفجر والبعض الآخر من أهل العلم يقول قرآن الفجر أي صلاة الفجر لأن الصلاة توصف بالقرآن لغلبة القرآن عليها يعني لما يكسر الإنسان من قراءة القرآن في الصلاة توصف الصلاة بالقرآن والعكس طيب قلنا أن عقوق الوالدين لا يجوز مهما فعل الأب أو مهما فعلت الأم وعلى زوجك أن يستغفر الله تبارك وتعالى أن يبر أباه وإن مات أن يمشي في جنزته ويصلي عليه ويدعو له بخير هذا حقه عليه كنا نتكلم يا حبيبي عن تمرات قيام الليل في الدنيا والآخرة وكنا نتكلم عن قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أيوة أمط الله ممكن نوضع التلفزيون شوية السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم اليوم 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 أنا مش عارسة أعمل إيه حزب الله أنا ممكن في كل إشيء في الترجمين ورابوكي فأنا كنت والله عايزة أستفضل يعني هي ليعة المعيش ولا أنا مكيمة يعني هو مكيم معي في كل حاجة هو لسه عايش يعني هو معي مكيمة سوى 85 سنة وأنا متكثلة بي في كل حاجة أنا ولازم جيد فأخواتي ألونا إننا متنازلين إذا كنت أجد حاجة المعيش اللي يأخذه هو اللي تكثفت بي يأخذ معيش ويأخذ كل حاجة هي بتقول لأ أنا لا في المعيش معناها ولا بتوده ولا بتجينه ولا بتروف ولا كي بتقول لأ أنا مش عايزة أنا عايزة المعايش بس أنا مش عايزة أنا مش عايزة طيب سؤالي أمت الله يعني أول حاجة الثلوث اللي أنا بنخلها من المعيش حرقه ولا خلاق طيب سؤال بس خليك معايا انت ابتاخد المال ده عشان تنفق بيه على أبوك يعني خلاص مصاريفه دواه علاجه اللي بيطلوبه يعني غالب المعجدة بيروح نفق على أبوك صح؟ أيضا يعني هو بسيء منه آه طيب ماشي لا حرج عليك في ذلك مادوم تتأخذين هذا المال من أجل النفقة عليه ولكن لو كنت تستطيعين النفقة عليه من غير أن تأخذ منه شيئا من ماله فهذا أبر والله أعلم والله مضى الوقت سريعا يعني والحديث عن قيام الليل لا يعني عن جمال قيام الليل لا ينتهي أنا هذا أقول لكم كلمة واحدة أخيرا قوموا في الليل وتكلموا مع الله كثيرا والله ستجبروا وسترزقوا وسيجيب الله تبارك وتعالى دعاءكم أسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذه اللحظة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار مقامته أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته